لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقة وتطاق الأهم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة لفرقة بين رسول الإسلام وأبي جاهل عند ابن حجار احنا شاهدنا في الحلقة اللي فاتت شرح الشيخ البراق للتحسين والتقبيح عند الفرق المختلفة وقال أن التحسين والتقبيح هو الحكم على الشيء أنه حسن أو قبيح والناس اختلفت فالمعتزلة حكمت عقلها فقط في تحسين وتقبيح الأشياء وقالت أن الشرع يكشف لذلك أما الأشعارة فالتحسين والتقبيح عندهم شريان لاعقليان ويجوز عندهم أن يأمر الله بماناها عنهم فيصير حسنا وينهى عما أمر به فيصير قبيحا وهذا ظهر الفساد ليه؟ لأن الحلال والحرام ما نعرفش نفرق بينهم ولا نحكم عليهم إلا بالشرع زي الزنا والكسب إلى آخر تلك الأمور لأن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيء عند الأشعارة وإن حجر راح لما شرح الحديث قال أن النخامة والبساق طاهر وأن جهة اليمين مفضلة عن جهة الشمال وأن اليد مفضلة على الرجل وإحنا عرفنا كده من الشرع مش بالعقل والشيخ البراك رد عليه وقال أن كل الناس بعقلها فهم أن جهة اليمين مفضلة عن جهة الشمال وأن اليد مفضلة على الرجل والواجهة أفضل من الضبر وأن الكل ده عارفينه قبل الشرع فلما ييجي الشرع يقوله هيكون متطابقنا على العقد والنهاردة هنشرح كلام الشيخ البراك اللي نقلنا قبل كده من خلال شرح ابن حجر لحديث بالبخاري الشيخ البراك قال ومسها بالأشعارة أن الأشياء في ذاتها مستوية لاشتراكها في الصدور عن المشيء وإنما تكسب الحصن والقبح بالشرع فالحصن ما أمر به الشرع والقبيح ما نهى عنه فالحصن والقبح عندهم شرعيان لاعقليان وأهم حاجة في كلام الشيخ البراك بيقول ومسها بالأشعارة أن الأشياء في ذاتها مستوية ليه لاشتراكها في الصدور عن المشيء ونبدأ بالنقطة الأولى ونوضحها أكتر أن الأشياء في ذاتها مستوية ومعنى الكلام ده أن كل الأفعال متطوية يعني مثلا الزنا بيسوي الزواج اللي ياخد فلوس بالحرام بيسوي اللي ياخد فلوس بالحلال الربا بيسوي البيع وطبعا المقصود أن ما فيش فرق بينهم عقلا فالناس مش بتعرف تميز بين الفعل وعكسه إلا في حالة وجود شرع يعني بدون شرع الناس مش بتعرف تميز بين الفعل الحصن والقبيح والكلام ده إحنا هنلاقيه في سعيل بخاري كتاب تفسير القرآن سرطة البقرة باب وأحلى الله الباية وحرم الربا ويقول كده ويحتمل أن يكون من تمام اعتراض الكفار حيث قالوا إنما البيع مثل الربا أي فلمة أحلى هذا وحرم هذا ويحتمل أن يكون ردا عليهم ويكون اعتراضهم بحكم العقل والرد عليهم بحكم الشرع منلاحظ هنا أن ابن حجر بيذكر قول الكفار إنما البيع مثل الربا مع أن الربا شئ قبيحة قلت لأنه في كل المجتمعات وفي كل الثقافات الربا عبارة عن أخس مال بدون وجه حق وسمعت المرابين في كل زمان وكان سمعة سيئة لكن لما نقل ابن حجر قول الكفار إنما البيع مثل الربا كان تعليقه إيه؟ كان تعليقه ويحتمل أن يكون ردا عليهم ويكون اعتراضهم بحكم العقل والرد عليهم بحكم الشرع وابن حجر لما قال ويحتمل أن يكون ردا عليهم بيقصد إيه؟ بيقصد وأحل الله البيع وحرم الربا طبعا ده هو التقبيح الشرع للربا لكن قبل كده قال ويكون اعتراضهم بحكم العقل يعني ابن حجر بيقول إن الربا عقلا غير قبيح وغير حسن بل إن الربا عقلا مثل البيع وطبعا ده جائز عقلا عند ابن حجر يعني ابن حجر لأنه طبعا أشعري بيقول لكن لما جاء الشرع بتقبيح الربا وإنه مش زي البيع أصبح الربا حرام أصبح البيع حلال يعني عمد ابن حجر الباع برضو مثل الربا غير معروف إنه قبيح أو حسن إن حلل الشرع البيع وطبعا لي اسمها الحلقة دي يقول يقول ممكن نفس الشيء ينطبق على الزنا والكذب والخيانة نلاحظ إن الكذب والخيانة بتساوي الصدق والأمانة ونعرفش الفرق بينهم إلا بالتحسين وتقبيح شرعيين عند ابن حجر والأشعرة لأن الكذب والخيانة والصدق والأمانة عليهم سواب وعقاب خلينا كمان نشوف الشيخ محمد حسن هيتو وهو أشعري بيقول نفسي كلام ابن حجر وأما الأشاعرة أهل السنة فقد طردوا قاعدتهم التي ذكرناها وهي أن العقل لا يمكنه إدراك الأحكام لأن الحسن والقبح في الأشياء ليسا ذاتيين وإنما هما تابعان للشرع فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه الشرع فهو القبيح وبناء على ذلك فلن يستطيع العقل أن يدرك حسنا أو قبحا في الأشياء إلا بعد ورود الشرع وأما قبل ورود الشرع فلا حسن ولا قبح الشيخ محمد حسن هيتو هو أشعري بيقول أن الأشاعرة أهل السنة وإحنا طبعا شرحنا الكلام ده قبل كده أن هما بيعتبروا نفسهم هم أهل السنة وبيسموا أهل السنة أنهم مجسمة فبيقول أن العقل لا يمكن إدراك الأحكام لأن الحسن والقبح في الأشياء ليسا ذاتيين وإنما هما تابعان للشرع فما حسنه الشرع فهو الحسن وما قبحه الشرع فهو القبيع وبناء على ذلك فلا يستطيع العقل أن يدرك حسن أو قبح في الأشياء إلا بعد ورود الشرع وهنا فيه سؤال مهم جدا زي ما كلنا عارفه أن رسول الإسلام في الجاهلية كانوا بيقولوا عليه الصدق الأمين وحسب الأشعارة الصدق والأمانة زيها زي الكسب والخيانة قبل وجود الشرع لأن ما كانش فيه شرع في الجاهلية وبكده ما فيش فرق بين الصدق الأمين والكاذب الخائن بالنسبة لابن حجر أو الأشعارة بصفة عامة إذن ما فيش فرق في الجاهلية بين رسول الإسلام الصدق الأمين وبين أي كاذب خائن وبعد كده لما جيش الشرع عرفنا أن الصدق الأمين موصوف بصفة الكمال والكاذب الخائن موصوف بصفة النقص وطبعا السبب زي ما قلنا قبل كده حسن الأفعال وقبحها لا يعرف إلا بالشارع عند الأشعارة خلية أتأكد من الكلام ده في كتاب الأعتصام بيقول كده وقد ذهب الأشعارة ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين وقالوا بأن حسن الأفعال وقبحها لا يعرف إلا بالشارع ويلزب على قولهم لوازن فاسدة قد التزموها وقالوا بها كجواز ظهور المعجزة على يد الكذب وأن ذلك ليس بقبيح وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وأنه لا يقبح منه وطبعا هنا إحنا بنلاحظ مرحوظة خطيرة جدا خطورة الكلام ده أن النتيجة اللي بيقوله الأشعارة وطبعا ومن تبعهم في التحسين والتقبيح الشرعيين أن ممكن الكذب يعمل معجزة معنا كده أن مفيش فرق بين النبي وأي كذاب الاتنين ممكن يعملوا معجزة وبرضه نلاحظ أنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وأنه لا يقبح منه وهنا فيه سؤال مهم من هو أصدق الصادقين بالنسبة للمسلمين طبعا رسول الإسلام يعني لو مثلا اكتشفنا أنه كان خاين وكذاب أو عبد للأصنام أو كل ده لا يقبح منه قبل الشرع بالنسبة للأشعارة وحتى لو صادق وأمين بالنسبة للأشعارة هو زي زي أي واحد كذاب خاين دلوقتي أنا أعمل ملخص لحلقات النهاردة الشيخ البرق قال إن مذهب الأشعارة إن الأشياء في ذاتها مستوية للاشتراكة في الصدور عن المشيئة وإنما تكسب الحصن والكبح بالشرع فالحسن ما أمر به الشرع والكبح معناها عنه فالحصن والكبح عندهم شرعيان العقليان والنهاردة أتكلمنا عن يعني إيه الأشياء في ذاتها مستوية ومعنى الكلام ده إن كل الأفعال متساوية وبكده إن الزنا زي الزواج والربا زي البيع فالناس مش بتعرف تتبيز بين الفعل وعكسه إلا في حالة وجود شرع وبدون الشرع الناس مش بتميز بين الفعل الحصن والقبيع عند الأشعارات وده اللي أكده الشيخ محمد حسن هيتو وهو أشعاري وقال إن العقل لا يمكنه إدراك الأحكام لأن الحصن والكبح في الأشياء ليس ذاتيان إنما هما تابعين للشرع فما حسنوا الشرع فهو الحصن وما قبحوا الشرع فهو القبيع وشفنا إن الأشعارات ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى نفي التحسين والتقبيع العقليين وقالوا بأن الحصن بأن حسن الأفعال وقبحها لا يعرف إلا بالشرع ونتيجة كده يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين وإنه لا يقبح منه وتابعوني في الحلقة الجاية عشان نشوف الأخطر من كده إن التحسين والتقبيع الشرعيين هو تجذيب مباشر للكرآن والتقبيعكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل أحبا نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا شكرا